السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي ومرحبا عند اختكم سنة ومرحبا بالناس دي نضموا جداد لي وكنقول لكم شكرا لكم على التعليقات ديالكم وشكرا على التشجيعات ديالكم وكنرحب بكم مرة اخرى وكنقول لكم انتمنى يا ربي هادلا فيديو لقاكم بخير وفي صحة جيدة وباش ما كتمنوا ان شاء الله الى كنتو مازال ممشتركينش معايا في القناة ما تنسوش فضلا وليس امرا ضغطوا لي على زر الشراك اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد القناة ديالي اللي هي كيف كتعرفوا متنوعة تخص كل ما يهم الطبخ وكذلك الدراسة اي بمعنى التعليم واشياء اخرى اللي غتعرفوا عليها ان شاء الله من هنا القدام كذلك الى اعجبكم الفيديو بين ما غتساني وان شاء الله ما تنسوش ضغطوا لي على زر اعجاب الى اعجبكم طبعا الى ما اعجبكمش ارا هديرو ديز لايك يعني كل شي محبد وبالنسبة للايك راهو ما فقط باشغيل فيديو يصال بزاف الناس راه ما فيه هتشي حاجة يعني ما كيقطرش اذا اليوم ان شاء الله غنشارك معاكم الكخاب اللي كان ننصوب كخاب حلو كيجي الديد بزاف وكيجي ببنين ويستحق التجربة وبمكونات اللي هي مضبوطة اذا انتابعوا لفيديو حتى الاخر باش عارفوا المكونات وطريقة التحضير بالنسبة المكونات غن ناخدوا تقريبا واحد نصف لتر من الحليب من الاحسان يكون دافئ يعني ما يكونش بارد جوج معالق من السكر الخاشن يعني ملعقتان من السكر الخاشن والقليل من الملح كذلك تلات بيضات يكونوا بحرارة المطبخ يعني ما يكونوش باردين في تلاجة وملعقتان كبيرتان مملؤتان من السبدة نضوبوهم وجوج دي الاكياس سكر فاني وكذلك واحد زلافة ديال دقيق الابيض من نوعية جيدة تقريبا ميتين وخمسة وعشرين اقرام الى بيتوتو عبروه لما عندكمش باش عبروه ديرو بحالي ديرو زلافة تقريبا مملؤة اذا هاد المكونات كاملة هنحاولو ان شاء الله ناخدوا واحد الخلاط اه كهربائي كيف كتشوفو يعني كاس ديال مونينيكس ونحطوه نوضعو فيه المكونات ديالنا اللي هي اولا البيض ثم بعد ذلك نضيف اه سكر سكر عفوا الخشين او الساني دا وكذلك القليل من الملح والزبدة والحليب والسكر اه فانيلا ونخلطو هاد شي مع بعدياتهم مزيان ومنكتروش منكتروش هاد العملية ديال بالتخلاط يعني غير شوية بالمنساج مثل لنا المكونات ونضيفو لها دقيق ديالنا ونخلطوه كذلك ونطلقو ان شاء الله مع الخالط اللي موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى بالنسبة لخالط ديال الكريب اللي هو ما حلوين او لمالحين نفس الشيء ما خصوش يجي خاتر بزاف بحل بغريد موسيقى 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 طابت ملتحت وشدت راسها ودقيق ما بقاش كيبال نينا يعني طاب كنقلبوها على الوجه الاخر وكنطيبوها كذلك وكنزولوها من المقلات بالنسبة لهنا من الاحسن خدوا واحد زيف ووضعوا واحدة فق واحدة وحطوهم باش يبقوا لكم سخان ويبقوا لكم مرتبين اذا نغن السمر بنفس طريقة كنقب الخالي ديالي كيف قلت لكم نوضعوه في المقلات ونشكل يعني نوضعوه على المقلات كاملة وبعد ما غيطاب لنا غن نقلبوه على الجهة الاخرى حتى يطاب لنا كذلك ونزولوه من المقلات دان غن نستمر بنفس طريقة حتى غنسالي كريب ديالي كامل وبالنسبة التزيين كيبقاه على حسب الضوق كل واحد باش كيحب يزيلو اذا إلا بغيتوا مثلا تزينو بالشوكولات ومعندكمش شي شوكولات في الدار بحال نويتلا ولا شي حاجة بحالكا فقط يكفي انكم تاخدو شوكولات اللي كنعرفوه عادي القالات وديرو معه القليل من الزبدة والقليل من الحالي بسائل وتمسجوه مع بعدياتهم يسخنو شي شوية فوق النار وتزولوهم وبالصحة والعبية اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالي كيف تشوفو يعني راه كيجي خفيف وكيجي ارقيق وطيب من الجهتين اذا خرجت ليك حد الكمية لا بأسة بها بالنسبة للتزيين غنستعمل انا اما الكونفيتور كيبقى على حساب اختيار او الا الشوكولات بالنسبة لي انا عندي غير الشوكولات ديال نويتلا اللي غنستعمل وممكن كذلك تستعملو الفخوماج هاد غير افكار اذا هنصوم معاكم حد لوحدة ونفس الشيء ممكن ان ندروه الكريب الاخر اللي غيب قليلة اذا غن ناخد القليل من الشوكولات ونحاول نوزعها على الكريب ديالي بهات الشكل ثم ناخد الكريب ديالي ونتنيها على بحالة غنضير النصف ونشكلها بهات الطريقة وغنستمر بنفس الطريقة حتى غنسالي الكريب ديالي كاملين اذا بنسبة لي انا فقط قدرت معاكم هادو وشي الاخر خليته خاوي كيف يعني ممكن انكم تقدموهم بنفس الطريقة وتخليهم يعني خاوين وكل واحد كيبقى لحسب الرغبة ديالي ساعة باش بغا ييدهن يمكن نرافقو الكريب ديالنا كيبقت ليكم بالشوكولات بالكونفيتور بالفخوماج اللي بغيتو يعني كيبقى الاختيار ليكم وكان هادا هو الشكل نهائي ديال الكريب ديالنا دياليوم كريب اللي هو حلو اللي كيجي الديد ويستحق التجربة نتمنى يا ربي هادلا فيديو نال اعجاب ديالكم ولعجبكم ما تنسوش تغطو لي على زر اعجاب فضلا وليس امران ارا ما خاترين حتى شي حاجة راه فقط غيباش الفيديو ويصال للناس وحدين اخرين ولكن تو مازال ما مش شاركينش اعجبكم هادشي اللي كنقدم لكم تغطو على زر الشراك اسفل الفيديو فعلوا الجرس حتى اللي عنده الودينات باش يوصلكم كل جديد قناتي وكل فيديوهات اللي كنحط فكل اللحظة اللي غا نحاول نحطه غا يوصلكم ان شاء الله وحد هنا كنقول لكم شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء وفي امان الله مع فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة